وتتفرج على قناة الجزيرة كلهم يتكلموا إيه وليه مفيش دبلوماسية دبلوماسية إيه يبا دبلوماسية مين ده أنت جايب قوات أنت جايب الإيرانيين عندنا طيب ده معناه إيه ده معناه أنه أنت مفيش حد قالو إيران والنبي ده 19-120 دريفر إيران ابعث لي 14 ألف جون مفيش حاجة كده فيه بيبقى فيه علاقات قديمة اللي هو تقول له قالو فاكر لما عند يقول له ايوه يا فاندم فاكر ابعتهم لي بقى هو عمل القاعدة العسكرية دي مع تركيا من 6-7 أشهر من 6-7 أشهر يعني الراجل ده كان مبيتا للنية وبعدين يتكلمك على إيه يقول لك إحنا عايزين نتفاوض على إيه لا تفاوض إلا بعد الجلاء لا تفاوض إلا بعد الجلاء كل ده يتغير وكل ده يمشي وتقدم كل المطالب وتنفس كل الشروط بعدين نتفاوض نتفاوض على إيه نتفاوض على قوات إيرانية عندك نتفاوض على قوات تركية عندك نتفاوض على إرهابيين عندك نتفاوض على إيه نقعد نتكلم في إيه أنا بقول لي بس كل المسؤولين يعني القيادات إنه فيه عبد فقير لله اسمه عمر أديب بيقول لكو أنه لن يعود قطر خرجت ولن تعود لن تعود أنتو مستنين بلأ أخواننا الإماراتيين يكتبوا تغريدات كده بشوف السيد وزير الدولة الخارجية هناك السيد أنور جرجاش بيكتب إيه إنه يعني الشقيق القطر يعود صاب مين وهو فيه زعيم دولة معلش بقى بتكلم في الحكم يعني يقدر يواجه الشعب وبعد كده يقول لهم معلش أنا رجعت في كلامي ده يحكم إزاي ما يحكمش ما يحكمش أبدا يحكم إزاي لهم معلش أنا آسف رجعت في كلامي الإقرانيين لو سمحت تفضل حديدك الأتراك ممكن تاخدوا قوات وتمشي الإخوان معلش مش هنلعب معاكو تاني حماسة مش عارف إيه القاعد ده يقتلوه ده الإخوان يقتلوه أنا سألت سؤال واضح ومباشر إيه أقرب حد إخواني وقى بجنبه إخواني يقتلوه 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 الرجل يقتلوه هذا الرجل الجميل الطيب الشاب السمح اللي اسمه الأمير تمين يقتلوه لو قرر نوعي يستغنى عنه وحمد بن جبر اللي هو الأمير الحقيقي لن يفعل شيء لأنه هو عايز طبعا الأمور تتغير وتبتدي يبقى فيه ديمقراطية في قطر ويحكمهو ترجمة نانسي قنقر